خليفة انت تشايف التاهلي في المباراة اللي جاية مباراة العودة يبدأ يرايح بعض اللاعبين ولا اي حد عنده انذار حاجة زي كده ملعبش اي حد عنده شكوك لان الاهلي صعد خلاص الموضوع انتهى اه هتلعب بقى يبقى انت ممكن اي لعب عنده احتمالات اصابة حاجة زي كده بتتجنب خلاص في المباراة دي والنقطة التانية اي حد طبعا موقفه يبقى في انذار حاجة زي كده تبتريحه برضه عشان مايغيبش عن ويكون تعلماتك للعيبة ده في ساعة ما تاخدش انذارات في اللقاء ده علشان ما يجيش ياخد انذار في اللقاء الاول بتاع سندونز فيغيب خلص عن النهائي يعني هده المفروض تعاملون ثلاثة انذارات يعني الرن تلاتة اتنين لعيبة اتنين لعيبة واخدين كل لعيبة اخد انذار اليو ديانج وحسين الشحاب وحسين موهاني حمدي هو اللي اللي خد انذار هيغيب عنها مخصوصا ان اللعبت الاهلي متوفرة كتير المباراة مش مش شبه المباراة انتهي صعود الحسم كابتن محمد التوتير الاعلي خد البطولة طبعا صح كده؟ طبعا طيب ياخد البطولة على حساب سندونز او الوداد؟ لا سندونز خلاص وانت شايف كمان سندونز صالح سندونز صالح النهاردة انا عاد من تابع المباراة سندونز برا كبيرة اوي يعني بلعب النهاردة الوداد فيما لعبوا يعني وبلعبوا عشرة كمان مش فتلولاني صحيح انت توقعك بيش فني انت توقعك سينارياته كورة اه سيناريو كورة وفني كمان لا فنيا كمان فريد صانداونز بمساعدة لا انا بيكلمة على الاهلي اكسب صانداونز بمعين صانداونز فرقة جامدة لا انا بكلمة بقى السؤال بقى هنا انت فني انا معاليش على خط السؤال دا الاهلي عودنا في النهيات ما بيفردش صحيح والاهلي ما بتلسعش مرة يا رب يا رب